أخوان والفعل تأخرنا شوائي حضرات ضيوف البقيعة الكرام المشايخ الأجلاء الجالدين المخترمين مع حفظ الأسماء والألقاب والمقامات أهل بلدنا الأعزاء إنه لمن دواعي سروري وبهجتنا أن نستقبلكم اليوم في بيتكم العامر في البقيعة هذه البندة التي كانت دوما التعايش والأخوة وحفظ الجيرة الحسنة مسلكا لها في حياتها فهي تضم بين جدرانها أصحاب الديانات السماوية والذين وجدوا بها حفظا دافئا وبيتا واسعا وفضاءا لا محدود يتسع للجميع فقد بنى سكان بلدي وعلى مدار عشرات ومئات السنوات علاقات جيرة مميزة ومتميزة فلم يكن فيها فرق بين المسلم أو اليهودي أو المسيحي أو الدرزي فقد وحدتهم ينابيع مياهها فكانت عماد زراعتهم فتكاتفوا وتأذروا وتعاونوا على صعوبة الحياة وشطف العيش وفي أماسيهم كانت مكانة جمعهم وتلاقيهم فجمعتهم قساوة الحياة ووحدتهم ساعات الصمر حول ينابيعها هذا ما يجب علينا نحن اليوم أن نعلمه لأبنائنا وأجيالنا القادمة ومن هذا المنطلق بالذات ومن أجل الحفاظ على لحمة العيش المشترك لأبناء البلد الواحد ولدت الفكرة وكان هذا اللقاء فمع تسارع وتيرة الحياة والاهتمامات الشخصية للسكان كان لابد من وقفة تجمعنا وتوحدنا وترجعنا إلى جذورنا وكان رمضان الكريم هو الشعلة لتوثيق أواصل العلاقات بين أبناء البلد الواحد والشعب الواحد وإننا على ثقة تامة بأن مثل هذه اللقاءات والمناسبات سوف تبقى وتستمر وبحفاظنا عليها إنما نحافظ على استمراريتنا جميعا لما فيه خير السكان والبلد اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات البين بيننا وحدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجننا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أبصارنا وأسمائنا وقلوبنا اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وأن تغفر لنا وترحمنا ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك برحمتك التي وصعت كل شيء أن تغفر لنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأمان وقفنا الأياء العادي واصلح لنا شأننا كله وكفنا شأن ديننا ودنيانا وآخرتنا وارزقنا قلبا ثوابا لا كافرا ولا مرتابا واغفر لنا وهدنا وارزقنا أنت خير الرازقين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك واجعلنا من الفائزين لديك واجعلنا من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين أيها الحضور الكريم إننا نتعهد أمام الله والناس أن تبث العلاقات المبنية على احترام متبادل هي أساس تعاملنا فيما بيننا لما فيه خيرنا جميعا ضيوحنا الكرام وطئتم القلوب أهلا والأفئدة سهلا داعين راجين من المولى القدير أن تكون جمى نقاءاتنا بأفراحنا وأهلا وسلم بالجميع